كثير ما نسمع هذه الأيام عبارة مقاومة الإنسولين وهذه العبارة حقيقة مرتبطة بحالات مثل مقدمات السكري وزيادة الوزن وارتفاع الكولسترول بالدم وإذا نريد نعرف هذا الموضوع ببساطة هو أن الإنسولين هرمون يفرز البنكرياس ويسهل دخول السكر بالدم ويوصل إلى الخلايا التي تحتاج لغلوكوز في جميع أنحاء الجسم تحدث مقاومة الإنسولين شوكت عندما لا يستجيب الجسم للإنسولين جيدا ويكون لغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا في هذه الحالة يظل البنكرياس يضخ المزيد من الإنسولين بس لغلوكوز يظل يواجه صعوبة بالوصول للخلايا مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم